أم مكة المملاحة هو لقبها كده فعلاً ما تستغربوش إنما اللي لازم تستغربوه هو قصة نجاحها اللي جات بالصدفة بسببها بقى كل البلوجر والفنانين بيأكلوا في سيخ ورنجا مين هي أم مكة بالزبط؟ وإزاي الفيسيخ والرنجا بقوا بيكسبوها آلاف الفلوس كل ده وأكتر نعرفه مع بعض في الفيديو ده في البداية كده لازم تعرفوا إن الست بطلة الفيديو ده جابتها من الصفر خالص لحد ما بقت أهم بقعت في سيخ ورنجا في مصر بدأت حياتها من اللصة على بيوت الناس تبيع لهم ملابس بلات لحد ما بالصدفة البحث تعرف الطريق الفيسيخ والرنجا واللي هو أقرى بطريق اللي قلوه بسيدات ورجال مصر الفيسيخ الأكل الأشهر والأحب لناس كتير أكيد المغرمين بأكل الفيسيخ والرنجا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عارفين من هي أم مكة ولما يعرفهاش فالحياة فايته كتير جد الست دي واصلة للعالمية بصحيح الفيسيخ اللي بتعمله بيوصل لأغلب دول العالم سهل جدنا تتبقى في الإمارات أو السعودية أو حتى في كندا وتلاقي فيسيخ أم مكة زي بيينها اللي بيحبوها موجودين في كل مكان في العالم بيطلبوا منها الفيسيخ يروح لهم لحد عندهم لو الفيسيخ هيسافر برة فبيعد من الطيارة والمطار علشان يروح لصحبه في الآخر ورغم كل ده الفيسيخ في الآخر اللي بيظهر لي ريحة ولا في طيارة ولا في مطار ولا أي شيء علشان تعرفوا إيه صار فيسيخ أم مكة ده وليه مش بيظهر له ريحة صعبة لازم تعرفوا حكايتها بالضبط أم مكة بدأتها مع الفيسيخ جد بالصدفة ده لما والدتها الله يديها الصحة بعتت لها فيسيخ ويحامل في بنتها أم مكة وقتها مرديتش تاكل فيسيخ علشان منتها اللي كانت حامل فيها المؤمن وقتها وبالصدفة لقيت واحدة على جروب الفيسبوك بتسأل على فيسيخ حلو بيه جدا وشكرت لأم مكة فيه ومن هنا قررت أم مكة إنها تبدأ تمالح فيسيخ يا والدتها وتعرضه للبيع على الفيسبوك بدأت الحكاية تمشي معاها وتكون لها زباين كتير بعد ما ده ما حصل قامت أم مكة عاملة محل للبيع الفيسيخ والرنجة الزباين كتر وأكتر والبلوجر والفنانين بقوا يطلبوا منها فسيخ ورنجة لأنه من أحلى الفيسيخ اللي ممكن حد يكله في حياته انتو معرفين ده حتى عدنان صاحب بيجة أكلت عدنان البلوجر الشهير باختيار الأكلات يعني أو البلوجر ده راح عندهم وبقى يطلب يأكل من هناك اللي ممكن يزعلكم شوية بقى هو الكلام السلبي اللي اطلع الفترة اللي فاتت على أم مكة في اللي غلط في أم مكة وانتقد أكلها ودول على كلامها مش بيحبوا لها النجاح الجامعة دول شافوا هي لبسة فستان زفاف وتمكنت بتعمل إعلان لمحل ملابس وقالوا إنها هتزفر الفستان انتقدوها لشان بتاعت فسيخ يعني ما يعرفوش إنها أصلا أكتر واحدة بتحب الفسيخ وعميله وإنها مش بتستعر منه ولا حاجة دي بتحب أي حد يجيب سرتها مع الفسيخ في النهاية أنتم إيه رأيكم في أم مكة بتاعت الفسيخ والرنجة هل أنتم من معجبيها ولا لا وقلولها بتحبوها قد إيه علشان عميلها في الفسيخ ولا علشان قصة نجاحها اللي بدأتها من الصفرة شاركني برأيكم في التعليقات